الميتابولوزم بشكل عام تقسم الى كتابولوزم كتابولوزم اللي تطيني فلوس كتابولوزم تطيني فلوس تطيني طاقة وايضا الى الأنابولوزم الأنابولوزم اللي هي تريد طاقة فشوف ان هذا هنا وجهة عبس لانه فلس الأنابولوزم اتخليني افلس بينما الكتابولوزم و تطيني فلوس دولارات طيب الان الكتابولوزم باثوي او كتابولوك باثويز ار الكاتابوليك باثويز مثل ما قلت انه هي عبارة عن باثويز تطيني طاقة احصل على الطاقة من خلال الكاتابوليزم طيب اول نقطة اكو الكاتابوليك باثويز الى بروبرتيز او الى نقاط معينة لازم افهمها الى خصائص اول شي هو اوكسيديتف شنو معنى اوكسيديتف يعني اني حتى احصل على الطاقة من الاجلوكوز لازم اسوي اوكسيديشن للاجلوكوز الاوكسيديشن للاجلوكوز الطم عن طريق باثوي معين انسميه الكاتابوليك باثوي اوف الاجلوكوز اللي هو الاجلوكوليس فيكون اوكسيديتف يعني يصير باوكسيديشن رياكشن بعد الكاتابوليزم يطيني طاقة يطيني طاقة بصورة اي تي بي يعني الفاينال يطيني اي تي بي ايضا انترميدياري ميتابولايتس انترميدياري ميتابولايتس قصد بيها الامينو اصد مثلا الكاتابوليزم اذا اسوي كاتابوليزم للبروتين رح يطيني امينو اصد والامينو اصد تعتبر بولدين بلوكس تعتبر مونمرز انا استخدمها حتى اصنع بروتينات ثانية مثلا انا اكل لحم البقر مثلا لحم البقر عبارة بروتينا اصدقى لكاتابوليزم بالمعدة بعدها يتحاول الى امينو سدي يمتص عن طريق يروح للبلد وبالبلد يصير بي يروح مثلا الى الليفر حتى اصنع مثلا اصنع مثلا انزيمز اصنع بروتينات اني احتاجها وهكذا فالكاتابوليزم باثوي يطيني طاقة يطيني مونمرز يطيني انترميدياري ميتابولايتس وهو اوكسيديتف رياكشنز طيب الانابوليك باثويز ايضا هو العكس من الكاتابوليزم هو عبارة عن ريداكتف يعني يصير بي ريداكشن يعني الامينو أسد حتى اني احول الى بروتينات لازم اصنع ريداكشن اوكي اكس العملية اكس عملية تصنيع لبروتين هذا كمثال طيب النقطة الثانية ايضا عن الانابوليزم الانابوليزم use the intermediary ميتابولايتس and energy الاتب يعني الانابوليزم مثل ما قلت يصرف طاقة ويصرف الانترميدياري الانابوليزم استخرجتها من الكاتابوليزم هو رح يصرفها ورح يصرف الطاقة فهو شخص او سري هو شيء موريح لانه يصرف طاقة